لدى استقبال سموه لعدد من أهل دمستان أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة بتكثيف زيارات المسؤولين للقرى والمدن لمتابعة احتياجاتهم وقد أكد سموه أن الحكومة تحرص أن يحظى المواطن في القرية أو المدينة على كفاياته من المشروعات والخدمات الحكومية ومنها الإسكان وفي هذا الصدد فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان بأهمية أن يكون لأهالي المكان الذي تقام عليه المشروعات الإسكانية النصيب الأكبر منها للحفاظ على نسيجها المجتمعي قدر الإمكان ومنها المشاريع الإسكانية التي تخدم قرية دمستان والمناطق المجاورة كما وجه سموه إلى استكمال احتياجات قرية دمستان والمناطق المجاورة من خدمات البنى التحتية فيما أشاد أهالي دمستان بسياسة القلب المفتوح قبل الباب المفتوح الذي يتبعها سموه مع كافة المواطنين هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر لقضبية صباح اليوم وفدا يمثل أهالي قرية دمستان يتقدمهم عضو مجلس النواب سعالة سيد ماجد الماجد وذلك في إطار اللقاءات التي يحرص عليها سموه مع أهالي القرى والمدن وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن متطلبات المواطنين دائما في مقدمة الأولويات ومرئياتهم بشأن الخدمات الحكومية المطروحة في الصحافة أو وسائل الإعلام المختلفة والتي تصلنا عن طريق ممثليهم في مجلس النواب لها أهميتها والتوجهات للمسؤولين واضحة بأن يضعونها بعين الاعتبار وقد استمع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى متطلبات أهالي دمستان من الخدمات المختلفة واستعرض سموه بحضور الأهالي مع سعادة وزير الإسكان ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الموقف التنفيذي لمشاريع الإسكان والبنى التحتية في عدد من القرى ومنها قرية دمستان حيث وجه سموه بسرعة الانتهاء من مشروعي اللوزي ودمستان الإسكانيين وتسليمهما للمستفدين من هذين المشروعين كما وجه سموه إلى تلبية احتياجات دمستان من مشاريع البنى التحتية ومشاريع الصرف الصحي وقد عرب أهالي قرية دمستان عن جل شكرهم وعظيم امتنانهم لصاحب السموه الملكي رئيس الوزراء على حرص سموه والتفاتته المعهودة بتلبية احتياجات أهالي القرية ومتطلباتهم ونقلوا لسموه فرحة الأهالي واعتزازهم البالغ بتوزيع الوحدات الجاهزة من المشاريع الإسكانية التي تخدم أهالي القرية معربين عن الاعتزاز بمتابعة سموه اللصيقة بكل ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الحكومة في القرى وحرص سموه أن تكون هذه الخدمات في المستوى الذي يحقق رضا المواطن